الموضوع الثاني اللي عايز اتكلم فيه واتكلمتي فيه الاسبوع اللي فات وفيه ناس زعلت فيه اللي اتكلم معايا وفيه اللي بعدت رسالة دون ذكر الاسماء يعني من خبراء التحكيم ومحلل التحكيم وهم كلهم شخصيات قديرة جداً بنحترمها وبنقدرها ولها يعني سوالات وجولات في التحكيم المصري والأوروبي والعالمي ناس كبيرة وحكمت وراحت مطشوات كبيرة وراحت بطولات كاس عالم بس لما طلعت وقلت السنة او الاسبوع اللي فات ان الدور المصري محط اهتمام من لجنة الحكام في الاتحاد الافريقي وقلت الحالات الجدلية اللي بتحصل في تقنية الفيديو بتبقى موجودة في معسكرات النخبة في الاتحاد الافريقي الناس هتفاكرين ان انا بقول معلومة او بهزر او بحاول لألصق خطأ على حكم وانا والله عمري ما اتكلمت على خطأ شخصي او اتكلم شخصين على حكم معين ولكن دايما بتكلم بنوعه على معلومات واتكلمت على اكتر من حكم بس عشان الحالة اللي حصلت انبارح ليه علاقة بلان اتكلمت فيه الاسبوع اللي فات هكتفي بالحديث عن الكابتون طريق مجدي لان الاسبوع اللي فات اتكلمت على اكتر من حكم مش حكم واحد وناس كتير زعلت منه ما عرفش ليه رغم ان الايام اللي جايها هتثبت لكم ان الكلام ده صح لان انا ببتكلم على ملف ده حديدا داخل الاتحاد الافريقي مجدي مبارح كان عنده مباراة في كأس مصر وحسب ضرب الجزاء كل خبراء التحكيم بلا استثناء قالوا ما فيهاش رقل الجزاء وانا مش اخش في التفاصيل الفنية هي رقل الجزاء ولا مش رقل الجزاء بس لو هتكلم على خبراء التحكيم اوي مجدر بالجزاء هو هو الكابتن طريق مجدي في معسكر النغبة في الاتحاد الافريقي شهر ابريلي اللي فات اتعرض له حالتين حالتين مع الحكام الافرقة وتشرح الاخطاء اللي تمت من طريق مجدي ولا لما قلت ان الاخطاء اللي بتحصل في تقنية الفارف الدولي المصري محط اهتمام لجنة الحكام في الكاف وحتى كمان في الفيفا الناس افتكرت انا انا بقبر الموضوع وبهول المواضيع لا يا جماعة الحكام الدوليين في مصر محط اهتمام كبير جدا من المسؤولين عن لجنة الحكام او التحكيم في افريقيا وفي الفيفا وقلت واتذكر الكلام ده وقلت في شهر ابريل اللي فات وقلت الاسبوع اللي فات الكابتن طريق مجدي مستبعد ولا يتم اختياره في اي معسكرات وفي اي مباريات على مستوى المسابقات الافريقية بسبب اخطاءه التحكمية في المباريات سواء حكم ساحة او حكم تقنية الفيديو الفي ار والناس ما كنتش مصدقة انبارا خطأ تحكيمي اخر للكابتن طريق مجدي وانا بأكد لكم رغم انه هو حكم دولي في تقنية الفيديو لكن مش هيكون موجود الفترة جاية في اي مناسبات افريقية لا في دور الابطال ولا في كأس الكونفيدرالية ولا في دور ابطال افريقيا للسيدات ولا في كأس الامم الافريقية تحت 23 سنة اللي تم اختيار فيها محمد عادل بعد اعتذار محمود عشور ولا في كأس امم افريقيا تحت 20 سنة ولا اللي افتحت 17 سنة ولما استعرضت عدد الحكام الموجودين في قايمة تقنية الفيديو في الدور المصري حوالي ستة سبعة ما بيروحش منهم الا محمود عشور ومحمود ابو الرجال احيانا لما بيكون محتاجين ايفار كما مساعد تقنية الفيديو بس ما فيش حد تاني احمد الغندور راح لفترات معينة ومن بعد معسكر النغبة كان موجود في مباراة في كأس الكونفيدرالية لكن مش موجود في بطولة under 23 بصوا على اللي تم الاختيارات مين محمود عشور لانه حكم دولي في الساحة وحكم دولي في تقنية الفيديو بيتم اللي استعانى بيه ولما عطزك جابوا الكابتن محمد عادل من قيمة الحكام السبعة اللي هم حكام الساحة اللي بيديروا مباراة مش حكام الفيديو اللي تم اعتبادهم في القيمة الدولية الاخيرة فنصحتي للحكام ركز في ادارتك لمباراة الدوري والكاس لانه محدش هينفعك والله يسمحها مني انا بقول لك نصيحة سوال الكابتن طارق او غير الكابتن طارق مش هقول زي الكابتن سامير عثمان حب نفسك يعني اوه الكابتن سامير عثمان ليه جملة شهيرة كده يقولك ايه حب نفسك كابتن ناصر عباس دايما يطلع ويتكلم على ان الحكم لازم يكون في كامل تركيزه عشان ما يغلطش وانا بقول لأي حكم دولي تحديدا للحكام الدوليين الفترة اللي جاية محدش هينفعك والله يصدقوني محدش هينفعك اي خطأ بيحصل في الدولي المصري تحديدا منك انت كحكم دولي في الملعب او في الفار هتستبعد من المباريات الافريقية هل هتكتفي بإدارة مباريات الدولي بس ده مش الترجل بتاعك ده انت المفروض حكم دولي فالفترة اللي جاية كل حكم ياخد باله من اخطائه ولو الحكام عندهم عذر ان محدش بيصحلهم الاخطاء انا على المستوى الشخص مش هادر اقول لك حاجة يعني انا اتكلمت كتير على شغل لجنة الحكام وتخيلوا الخطأ اللي حصل امباريح ده جاي بعد معسقرة عمل في برسعيد من حوالي اسبوعين ثلاثة ومعسقر كان مدته اربع تيام في برسعيد واستعانوا باحد اعضاء لجنة الحكام السابقين الكابتن سيد مراد استعانوا بيه رغم انهم مش في اللجنة بس استعانوا بيه لان انت لو بصتها لأعضاء اللجنة محدش فيهم محاضر دون ذكر اسمائهم يعني مفيش غير الكابتن ماجد رز واحيانا دلوقتي ما بيتمش الاستعانة بيه في المحاضرات تم الاستعانة بالكابتن سيد مراد كابتن تامر دوري مش موجود في اللجنة كابتن جمال غندور ما تمش الاستعانة بيه لغاية دلوقتي عشان يحاضر في المحاضرات اللي بتم في المعسكرات حتى فيتور بريرا انا بحس ان هو راجل اكاديمي او راجل اداري اكتر ما هو راجل فني يعني بيشتغل على التفاصيل اللي هي لايه علاقة بالشكل العام يعني اللي التي شيرت مش عارف يبقى لونه ايه شارط الفيفا تبقى للحكام الساحة وحكام المساعدين حكام الفيتج لا ما يلبسهاش الا لما يقعد في غرفة الفي ار الشاطئية يشتغل شاطئية بالعلامة الفيفا او شارط الفيفا الصلاة نفس الكلام كل دي امور ادارية كويسة جدا ما فياش مشاكل لكن الشغل الفني انا مش شايفه في الملعب بصراحة بدليل الخطأ الكارسي اللي حصل امبارح واللي كان على فكرة يعني ساهم بنسبة كبيرة في خروج فرقه من دور الستاشر في كاس مصر فانا لما اتكلمت الاسبوع اللي فات ولما اتكلمت قبل كده على معسكر حكام النغبة بيبص على حالات السلبية وبياخد الحالات دي بيعمل فيها محاضرات تسقفة للحكام الافرقة الناس كتيرة ما كانتش مسدقاني اهو خطأ بيتقرر امبارح من الكابتن طريق مجدي وانا بقول لكم لجاية اخر السنة مش هتشوفه افريقيا وفيه غيره الفترة اللي جاية ومش هتبقى فيه حكام موجودين في المباراة الافريقية الا تلاتة امين عمر لانه حكم من الحكام المحترفة محمود عشور وكابتن محمد عادل لو لقيت اسم او اتنين تانين لو عملوا طفر خلال الفترة اللي جاية بخلاف ذلك مش هتلاح حد تاني